السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم ألف ألف آبية اليوم عندي تحدي كبير هذا التحدي ما بين الشاومي 11 تي برو وجوال سامسونج الجالكسي S21 Ultra كلهم هاي اند فلاكشيب متوفران بشكل رسمي في السوق السعودي الأسعار والعروض سنتركها لكم برضه في خانة الوصف لكن أنا ما بيتكلم عن رأيي أبيك أنت الحكم أبي تسوي شيء مختلف أبي أنت الحكم أنت اللي بتشوف لين نهاية هذا الفيديو وبعدنا جرسنا معك على طاولة واحدة تخيم وقلت لك على يساري اللي هو S21 Ultra وعلى يميني اللي هو 11 تي برو من شاوبي أبدأ مع الأسعار الأسعار هي الآن قدامك طبعا للأمانة الفارق كبير جدا ما بين كل هاتفين في مسألة الأسعار مع العلم أنه في الوقت الحالي فتح الطلب المسبق لـ 11 تي برو ويقدمك أو يركزك على ثلاث نقاط من ناحية العروض بجانب الساعة وبجانب أنه ستأخذ السماعة ستأخذ أيضا خيار اللي هو ضمان ستة شهور على الشاشة بحال أنها انكسرت لا قدر الله فممكن تغيرها بشكل مجاني لمرة واحدة فقط فيه فرق برضه في توفر الساعات التخزينية وأيضا فيه مسألة الرام يعني مثلا الشاومي الـ 11 تي برو سيقدم لك 8 و 12 ستة أو 256 جيجا بايت للساعات التخزينية طبعا شريحتين ويدعم لك 5 جي السامسونج S21 Ultra يبدأ من الـ 12 وصولا إلى نسخة واحدة فقط مع الـ 512 جيجا بايت مع الـ 16 أما الباقي ستكون كلها 128 و 156 لـ 12 جيجا بايت أيضا شريحتين مع دعمة للـ YPT فيما خصف الألوان لا سأتكلم عن الألوان لأن الأمانة أؤمن في مسألة أذواك لا أكثر ولا أقل فاختار اللي أنت تبغال طيب نأتي للتصميم وجود التصنيع نبدأ مع الـ S21 Ultra الجوال هذا هو الجوال طبعا 8.9 مليمتر وأيضا 227 جرام الجوال حاصل على معايير IP68 Gorilla Glass Victus في الجهة الأممية والجهة الخلفية وإطار من الأممينيوم انحناء بسيط للشاشة وأيضا بروز لكاميرات بشكل واضح للكاميرات الخلفية ثقب موجود في النصف اعتمال على تقنية البصمة من الألترا سونيك وسمعتين من نظام استيريو ومع الـ USB Type-C الأزرار تعمل بشكل ممتاز ما عندي أي ملاحظات فتصميمه للأمانة جميل وجود تصنيع جدا عليه الشاومي 11T Pro يأتي بسمكة 8.8 مليمتر و 204 جرام طبعا هذا الجوال أيضا يستخدم Gorilla Glass Victus للجهة الأممية إطار من الأممينيوم وطبقة جاجية للجهة الخلفية شاشة مسطحة نفس الطقب للكاميرات الموجودة في S21 Ultra بروز أيضا للكاميرات الخلفية لكن بمستوى أقل وحاصل على معين IP53 طبعا سنلاحظ بعض الأمور مثلا سمعتين يعني أنا أدري S21 Ultra نظام استيريو لكنه يستخدم سماعة مكرمات هنا لا سماعة اللي موجودة في الجهة المستقلة عن سماعة المكرمات أيضا من ضمن التقنيات النادرة جدا عندك تقنية IR تقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة المنزلية أيضا يتميز في مسألة التصميم وأيضا يتميز في مسألة جوة التصنيع جزاز معتهم على جزاز الماء فلو خيرت قلني وش رايك أو وش اللي راح تختارها أما بما يخط بالشاشة ونظام الصوتيات ال S21 Ultra يبدأ بال 6.80 إنش وهو Dynamic Omelette Quad HD 120 هيرتز 1500 نتز ويدعم لك أحدث تقنيات فيما يخص بعالم المرئيات لكن لما تأتي لمسألة الشاومي 11T Pro فهنا راح يعطيك 6.67 إنش Super Omelette 1080P Plus وأيضا 120 هيرتز ويعطيك تقنية اللمس إلى 480 هيرتز فللأمانة المحتر يعني Quad HD مقابل 480 هيرتز تقنية اللمس يعني شاشة مسطحة شاشة منحنية يعني الأمانة أشوف الشاشتين جميلة متميزة في كل نقطة يعني كل شركة لها اسلوب فأنت وش راح تختار الصوتيات هنا سمعتين للأمانة على كل جوال تعمل بكفاة عالية لكن بما أنها مقارنة وجدت أن والله 11T Pro يتفوق في مسألة الصوتيات وخاصة أن يمتلك سماعة إضافية مستقلة عن سماعة المكلمات لكن الأمانة طراحة كلها ممتازان لكن بما أنه قاعد نسوي مقارنة أشوف 11T Pro طراحة قاعد يقدم لكن اجمع مزيج المرئيات على الصوتيات كل جوال سيعطيك جمالية وممتاز في مسألة الشاشات وفي مسألة الصوتيات أما فيما يخص بالأداء فللأمانة الأداء أيضا ممتاز أداء ممتاز على 11T Pro أو على S21 Ultra كلاهم يقدمان واجهة مختلفة عن الآخر وهنا يعتمد على تفضيلك يعتمد على استخداماتك يعتمد على الخدمات التي تستخدمها هل والله أنا أبغى 1UI 3.1 من سامسونج أو أني أبغى الMotion UI 12.5 مع كلهم أندرويد 11 يعني كل واحدة يقدم خدمات وميزات والله شاومي قال تعطيك ثلاث تحديثات واحدة ثلاث تحديثات رئيسية لنظام أو عالم الأندرويد مع بعض الخدمات وأيضا الإمكانيات والله سامسونج تعطيك أيضا التحديثات ولكن مثلا تعطيك السامسونج ديسك تعطيك وغيره فيعتمد عليك أنت ماذا تفضل ماذا أنت تحبه لكل واجهة الموضوع كله يعتمد عليك أيضا من ضمن لحظات بسيطة البصمة أدري كلها أسرع لحظتها مع 11T Pro لسبب أن البصمة مع زر الطاقم بس حبيت أوضح هذا الشيء مقارنة بالالترا سونيك المستخدم من قبل سامسونج فأكثر أمانا لكن نأتي للبطاري كلها كلها لاسلكي وشحن عكسي والشاحن الموجود بداخل صندوق لا يوجد شاحن لكن لما اتيت البنتي برو لا سيقدم لك الشاحن لاسلكي ولا سيقدم لك الشاحن عكسي لكن هناك شاحن موجود بداخل الصندوق لا أي شاحن 120 واب فأنت تضرب على صفورين بحجر واحد كيف يا سلطان أنه أنا أستطيع استخدم الشاحن في أي شيء آخر أنا أعرف الشاحن الذي تشاهده قدامك ليس من المعتمد بشكل رسمي لأن هذه نسخة الميديا النسخة الرسمية للسوق السعودي ستكون بمعاصبات المقييس الخاصة للسوق السعودي لذلك وجب التنبيه لكن سرعة خرابية في مسألة الشحن الصراحة سرعة خرابية في مسألة الشحن لصالح 11T Pro لكن زي ما أنت شايف أدري أني كررت كلمة لكن لكن اللي أقول لك كل واحد يقدم تقنيات وانت واش تفضل انت واش تفضل نأتي لنقطة الكاميرات سامسونج ستعطيك 108 ميجابيكسل فتحة 11.8 مع الليزر الـ Auto Focus ومثبت البصري 12 ميجابيسل فتحة 12.2 مع Dual Pixel والSuper Steady العاشرة ميجابيكسل عندك 210 ميجابيكسل للتالي فوتو واحدة تقدم لك تقريب بصري 3 مرات وواحدة تقدم لك تقليب بصري إلى 10 مرات الكاميرانية لـ S21 Ultra 40 ميجابيكسل وكلاهما الكاميرات تعطيك 4K 60 وأيضا كاميرات خفية تعطيك 8K لكنه إلى 24 إطار بالثالي الشاومي 11T Pro يعطيك 108 ميجابيكسل فتحة 11.8 مع Auto Focus 8 ميجابيكسل Ultra Wide فتحة العدسة 2.2 و 5 ميجابيكسل فتحة الماكرو فتحة 2.4 فكل واحدة لها توجه مختلف الكاميرانية 116 ميجابيكسل فتحة 2.4 وتقدم لك وضعيات مختلفة بمسألة Night Mode مثل ما موجودة في S21 Ultra لكن الخيارات أكثر موجودة في الشاومي البنتي برو وغير وغير من الوضعيات لكن 8K 30 إطار بالثاني فوركي حتى إلى 60 إطار بالثاني فالصور قدامك وأيضا ستشوف هذه الفيديوهات وصورنا في عدة وضعيات لكي تأخذ فكرة واضحة عن أداء الكاميرات لكل هاتف محمول وللأمان أشوف فلسفة كل الشركة مختلفة في الـ White Balance الـ High Dynamic Range الألوان وعلم الألوان كيف تبرز التفاصيل مثلا وغير 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 من المقام فماذا الكاميرا التي تناسبك؟ التي تناسب عينك؟ هنا تقول لي رأيك في خانة التاريقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية هذا الفيديو مصور من قبل 11T Pro أعطونا رأيكم في خانة التاريقات ومقارنته مسألة الجودة والثبات وأيضا في مسألة المايكات مع الـ S21 Ultra شكرا وخير إن شاء الله مع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هذا الفيديو مصور من قبل السامسونج Galaxy S21 Ultra أعطونا رأيكم في خانة التاريقات عن أداء الكاميرا الإمامية تحديدا مع الهاتف وقارنه مع الهاتف الـ Mi 11 T Pro وقارنه أعطونا رأيكم في جودة المايك ونبقي رأيكم في التبات ونبقي رأيكم في جودة الفيديو بالشكل العام أعطونا رأيكم طيب السامسونج S21 Ultra يدعم إلى الـ 8K مع الـ 24 إطار بالثالية لكن حينما نصور الآن بالـ 8K نصور بالـ 4K مع الـ 60 إطار بالثالية نحاول نمشي بسرعة شوي لرؤية كفاءة الجودة وأيضا في مسألة الثبات وأيضا في مسألة المايكات لا تنسوا أن تعطونا رأيكم طيب الآن انتقلنا إلى الـ 4K 60 إطار بالثالية لكن الآن مع الـ 11T Pro ونبغى رأيكم عن أداء الـ 4K للشاومي ثبات جودة للمايك نحاول ونحن نحن نحن نحتاج من أجل فهذا استعراض أو تحدي ما بين الاثنين أتوقع أن صارت الصورة عندك واضحة تماماً قدرات جداً كل هاتف محمول يبقى خيار أو سؤال واحد فقط أسألك وش تختار S21 Ultra أم شاومي 11T Pro شوفكم أخر شاء الله مع الفسلامة